وضرب الإرهاب في العمق الروسي في سانت بيترسبورغ المدينة التي كانت تعرف سابقاً باسم ليننجراد ثاني أكبر مدينة روسية في الشمال الغربي الروسي إنها الثانية وأربعون دقيقة بحسب التوقيت المحلي دوي انفجار في عربة قطار في محطة سينينايا يهز مترو أنفاق مدينة سانت بيترسبورغ أكثر من عشرة أشخاص قتلوا وفق ما أعلن محافظ المدينة والمعلومات غير النهائية تتحدث عن نحو خمسين جريحاً من بينهم أطفال وفي حين نفت الأجهزة الأمنية ما تنقلته وسائل إعلام عن وقوع تفجير ثاني في مترو الأنفاق أظهرت هذه اللقطات المشاهد الأولية لموقع التفجير الذي أخلي لاحقاً من جميع الركاب بعدما أغلقت محطات المترو كلها وبدأت الأجهزة المعنية التحقيقات في الهجوم الذي يعتقد أنه يحمل طابعاً إرهابياً المعلومات الأمنية أشارت إلى أن التفجير وقع في العربة الثالثة للقطار ولم يسبب حريقاً وأن جميع من قتلوا أو أصيبوا إثر الهجوم كانوا قرب المكان الذي وضعت فيه العبوة كذلك تحدثت المعلومات الأمنية أن قوة التفجير بلغت نحو 200 إلى 300 جرام من مادة TNT وفي حين حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي كان في سان بيترسبورغ على عدم المسارعة في الاتهام والاعتبار أن من المبكر الحديث عن احتمال أن يكون التفجير إرهابياً كشف أنه تلقى تقريراً من رئيس هيئة الأمن الفيدرالي بشأن التفجير الأجهزة الأمنية تنظر في كل الروايات ومن بينها العمل الإرهابي أسباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة والتحقيقات ستكشفها بطبيعة الحال دائماً ننظر في جميع الخيارات كأن تكون غير جنائية أو إجرامية وقبل كل شيء عملاً يحملوا طابعاً إرهابياً وقال بوتن إن هيئة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة تعمل وستبذل كل الجهود للتعرف إلى أسباب الحادث ولإعطاء تقويم كامل لما حدث معرباً عن تعازيه لذوي ضحايا التفجير وتعهد بتقديم المساعدات اللازمة للمصابين